موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أيها الأحباب الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العشر كريم أن يجعلنا من عتاقاء شهر رمضان من النيران أيها الأحباب الكرام إن مما حث عليه رب العزة تبارك وتعالى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قال رب العزة تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أيها الأحباب الكرام إن من نعم الله عز وجل على عباده أن يهبهم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا فإن من أعظم النعم أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الميت تريد أن تكون حيا عند الله سبحانه وتعالى لا ميتا عليك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى قال رب العزة تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن من زيادة الإيمان أن تذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين وأن لا تغفل عن ذكره تبارك وتعالى في كل لحظة يكون الله عز وجل معك بلسان ذكرك له تبارك وتعالى قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وقال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فلذلك احرص أيها المسلم على أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار أنا أقول لك اذكر الله عز وجل بكل ما تعلم من الأذكار ولكن هناك أذكار حث عليها صلى الله عليه وسلم وبيّن عظيم أجرها للأمة قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم احرص أيها الأخ المسلم على هاتين الكلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده مئة مرة وحينما يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر بعد كل فريضة أن نقول سبحان الله ثلاث وثلاث والحمد لله ثلاث وثلاث الله أكبر ثلاث وثلاث قال فيها صلى الله عليه وسلم فتلك تسع وتسعون ثم أتم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من قالها غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ثم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أرأيتم أيها الأحباب الكرام إلى عظيم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاوات المكتوبة وفي الثلث الأخير من الليل وفي نزول المطر وعند الريح الشديدة وغيرها من الأوقات وفي آخر ساعة من يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يذكر الله إلا استجاب الله عز وجل له فلذلك احرص أيها الأخ المسلم على أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء ومن ذكره تبارك وتعالى وتذكر بأن هناك دعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار وهو أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح فمات دخل الجنة ومن قالها حين يمسي فمات دخل الجنة فإحرص أيها الأخ المسلم على أذكار الصباح والمساء ليكن لسانك رطبا بذكره تبارك وتعالى فأنت لا تعلم بما يختم لك فلعله يختم لك وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتحشر يوم القيامة وأنت ذاكرا له سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العاشر الكريم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليبا كثيرا ترجمة نانسي قنقر